السلام عليكم عدت إليكم من جديد في هذا اليوم وأتشرف بذلك والمناسبات تحديث صدر منذ قليل للواتساب يتضمن ميزة متعلقة بالمجموعات لعلها ستفيدكم كما أفادتني لدي مجموعة أسميها مجموعة تجريبية سأدخل الواتساب وأدخل إلى هذه المجموعة التجريبية وأضغط في الأسفل على أيقونة الزائد التي تعني المشاركة وأضغط على آخر عنصر المتعلق بمشاركة جهة الاتصال أول عنصر فيه لم يكن حاضرا من قبل هذا التحديد جهات اتصال مجموعات بمعنى أن كل جهات الاتصال المشتركة في هذه المجموعة يمكنني أن أشاركها مع غيري خاصة مثلا مع مدير آخر للمجموعة ويمكن أن أستغل الخاصية بأشكال أخرى أضغط على أيقونة المجموعة هذه مجموعة التجريبية ليس إلا فيها عضوان ولو كان فيها مئتان وخمسة وخمسين عضو آخرين يمكن أن أشارك جهات اتصالهم ثم تأتي المعلومات عن هاتين الجهتين أو جهات كل حسب وضعه وأضغط وهكذا تم إرسالها مرة واحدة ضمن بطاقة مشاركة واحدة إلى لقاء قادم دمتم في العاية الله السلام عليكم